أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص بلادي على الاستثمار في إفريقيا وخلال كلمتي أمام القمة الروسية الإفريقية أوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة الإفريقية بلغ 18 مليار دولار العام الماضي مؤكداً العمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة روسيا محتم وحاريس على تعميق السلات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع إفريقيا ما يستجيبوا لحجاتي دولنا ويساعدوا على نموه والإزدهار ووضح بلشار إلى أن التبادل التجاري بلغ 18 مليار دولار العام الماضي واني على يقين بأننا نستطيع النزيد من حجم التبادل التجاري في المستقبل ففي النصف الأول من السنة التجارية نمى حجم عمليات التصدير والاستراد بالسلس وبنية أو هيكل التبادل التجاري أكثر من 50% من التوريدات الروسية وإفريقيا يعود إلى الماكينات والمعدات والمواد الغزائية اشتركوا في القناة